كابتن شريف، ألف مبروك، أداء ولا أروع، وزي ما قلنا قبل المباراة، يكفيك شر الأهلي لما يتعادل، ألف مبروك النتيجة، ألف مبروك عودة ثقة تاني في التهديف، الوجود بعد الهدف الأولاني عجبني جداً ضغط إن عائدة النادي الأهلي، يعني، يا من البداية أعتقد الضغط كانوا دعم دات المباراة، من البداية فتح صغرات ووصول للملعب، أنا مع كل اللي شفت النهاردة ده، مع فيه غيابات برضو برضو، فيه ناس بتطلع من الملعب وناس بتخش مكانها، ما تعملش قوي إنها كده هتبقى في المية المية أو تسعين في المية، لأ، الحمد لله النهاردة سبعين تبعين في المية شكلاً وموضوعاً يعني، صحيح، كلنا بنفكر كده مع بعض، الماتش الجاي إن شاء الله سلاس نقاط اللي بعده سلاس نقاط، إنما الشغل الشغل في دماغنا كلنا برضو، وإحنا بنتفرج إن إحنا بنبص على الفاينال أفريقيا، بنبص على تكامل بتاع اللعيبة كلها، التقارب اللعيبة من بعد، الكمباكت اللي إحنا عايزين نبقى جنب نص الملعب، جنب الفرادة، جنب التحركات، هو ده اللي المثالية اللي إحنا بنظهر عليها، وإحنا بنظهر عليها، وإحنا بنظهر عليها في أي وقت، بأي حد، بتغييرات، بتدعمات، بكل حاجة، والجهزة الفنية كلها بتطمع معانا بنفس الشكل، الحالة البدنية بتاعت اللعيبة، الضغوط اللي على العيبة، الحاجات دي كلها هي اللي بيبان في الماتشاط، فيه سرعات، فيه حالة بدنية قوية جداً آه، بس فيه حكاية تانية كبيرة قوي إن الشكل اللي أنا زيما نعالج في ذهني أنا بتاع الترجي، عاملين ضغط، لما بنبقى عايزين بيبقى لنا شكل كويس قوي، لما بنبقى عايزين، تعالى، اللعيبة كلها بتبقى فاهمة بعد، فاهمة إمكانية ببعض، فإن شاء الله الماتش الجاي بالنسبة لأنا أشوف، خلاص النفسية استريحت، الدنيا كلها استريحة، كل ما بقرب أكتر للفاينال، كل ما عايز أشوف سيناريو، أنا رايح وأنا متطمع. إن شاء الله رب العين. بإذن الله، فمبروك النهاردة، والإذن الله الجهاز الفني واللعيبة يقدوا الماتش الجاي أحسن بإذن الله. بإذن الله رب العين.